بتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي العراقي عبدالقادر النايل أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية مفوضية الانتخابات قالت إن حريق مكتب الرصافة شمل أجهزة تسريع النتائج والتحقق الإلكتروني ماذا قصد الفاعل باستهداف هذه الأجهزة؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام من المؤكد أن الفاعل الذي ذهب بهذا الاتجاه واختار هذا المكان هو يعلم تماما على أهمية هذا المكان بحيث أنه أخفى جميع معلومات الانتخابات من حيث القراءة الإلكترونية ومخلاص أجهزة تسريع وكذلك المكان الأهم الذي سيسمى فيه العدوى الفرن لذلك هو حقيقة ذهب باتجاه انهاء أي ما يبدر من عملية العدوى الفرز التي قرض إجرائها على هذه الصناديق لذلك هو قصد انهاء العملية بالكامل وبالتالي محو جميع الآثار التي تترتب على عملية موازنة أو مواجهة نتائج العدوى الفرز مع نتائج الانتخابات الإلكترونية لذلك هو حقيقة يؤكد على أنه ضمن الأطراف السياسية الموجودة وأنه شخص طاعل وبالتالي هو يؤكد على مساركة المفوضية في عملية اختيار مكان الحرب هناك من يقول بأن هذا الحريق ليس بفعل فاعل كيف تعلق سادة بالقدر؟ هذا حقيقة يأتي من خلال أنه مخاذر الانتخابات أو الصناديق الانتخابات ربما في مكان بعيد لكن عندما نتحدث نحن على أنه ما هذا المكان هو مكان محمي مكان شابه الكثير من تسليط الضوء عليه مكان قرب بزارة الداخلية وبالتالي جاء قرار لعدو الفرز أؤكد على أنه عملية إحراق الصناديق هي عملية ممنهجة واضحة المعالم ومتعمدة بطريقة واضحة وبالتالي لا يمكن لأحد إنكار لا حكوميا ولا غير حكوميا على أنه عملية الحرق جاءت هي لإنهاء صناديق الانتخابات بشكل واضح تماما وهذا حقيقة يعكس على الواقع السياسي لهؤلاء الأطراف السياسية الذين لم يحترموا حتى الصناديق التي زوروها لأجل إعادة أنفسهم أنفسهم مرة ثانية للانتخابات لم يحترموا هذه الصناديق وبالتالي عملية حتى عملية الحرق جاءت لي بطريقة ليس بطريقة عفوية يعني هناك مادة وضعت لتسريع الحرق بدليل على أنه كبر النار وطريقة انتشار النار على هذه الصناديق تؤكد على أن هناك مادة وضعت قبل أن يتم الحرق وبالتالي لم يستطع حتى سيرات الإطفاء التعامل مع هذا الحريق أو إطفائه إلا بعد أن أحرقت جميع الصناديق في تلك المخازن وعلى هذا الأساس فإن حتى الحكومة تعمدت عملية الإطفاء بالماء ومعلوم تماما أن الأوراق لا سيما هذه الأوراق الانتخابية وجميع الأوراق إثنان يهلكانها النار والماء يعني عندما تضع الماء على الأوراق أيضا تنتهي فبالتالي من لم تناره ألسنة النار دمر أيضا بماء الحكومة وبالتالي هذه القضية في السياق العبادي قال بأنه سيلاحق من سماهم بالعصابات الإرهابية التي تحاول بالعبث بالأمن والانتخابات هل تعتقد بأن مواجهة ما يمكن أن مواجهة ما من الممكن أن تندلع في ظل وجود سلاح بيت شركاء العملية السياسية لا بد أن تندلع هذه المواجهة لأن القضية وصلت إلى طريق قسدود تماما فيما بينهم وبالتالي تأتي عملية اجتماعات قاسي سليماني لا كيما أن هذه الحكومة والحكومة الإعبادي هي من وفرت الاستعراض بتلك المجامعة التي تتهم بحارق هذه الصناديق قبل يومين في بغداد وأغلقت جميع الطرق لها وتعرضت شلاحها وبأسمائها الميليشياوية التي كان يتبجح الإعبادي ويقول لا يمكن أن هناك إشلاح في التلاد وعلى هذا الأساس لأن عملية حقيقة الإحراق هي رسالة واضحة تماما أن آخر العلاج هو الكي وبالتالي أن هؤلاء لا يمكن أن يغادروا داخل العملية السياسية أو هيمنتهم على العملية السياسية حتى وإن كلفهم رفع السلاح وبالتالي سيشهده العراق في المرحلة القادمة حقيقة وربما الأشهر القادمة هو فوضى واضحة تماما هي الحكومة من سهلت هذه القضية وبالتالي تأتي على أن الانتخابات لا أمل أن يكون هناك ديمقراطية في العراق ولا بشفة العملية السياسية وهذا يستدعي أن تكون هناك حقوقة جادة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي العراق هو تحت الفصل الثاني وهذا ما يطالبه العراقيون الآن شيخ عبد القادر أهالي هذه المنطقة التي حرقت أصواتهم كيف سيكون ردهم رد فعل الشارع في هذه الأثناء على عملية الإحراق عملية الإحراق حقيقة ستجعل من الشارع العراقي ومجلس الأمن الدولي والمتحدة التي ربما هي قريبة على الصدريين حقيقة ستجعل أن يطالبون مجلس الأمن الدولي والمتحدة بتشكيل حكومة القادر وطني وبالتالي هذا ما سيكون حال العراقيين وهذه المنطقة حقيقة ستشهد تظاهرات واسعة في بغداد لهذه القضية لأن القضية تستهدف تيارات أخرى سياسية ولا سيما جاءت عملية الحرق بعد إعلان ما يسمى الكتلة الأكبر والتوقيع بين سائرون والحكمة والوطنية وعلى هذا الأساس فإن رحالي هذه المناطق التي هي قرب هذه المخاذر الحقيقة ستشهد حراكا واسعا بذ هذه القضية الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي كنتم هنا عبر الهاتف من عمان شكرا جزيلا لك